السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي نتمنى إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة بالنسبة للوصفة اللي سنقترحها اليوم هي عصير منعش ويمكن لكم إن شاء الله تبتلوا في هذا الشهر الفاضيل اللي يدخلوا علينا بصحة وسلامة بالنسبة للمكونات فعندي الحبة الإجاسة قطعتها مربعة وكذلك عندي عصير البرتقال فتقريبا عندي هنا يطرو ووحد الحبة دي الأنانس فأخليكم معايا غادي نوريكم طريقة سهلة باش ما تلقاش صعوبات في التقشير دي الأنانس وغادي نبدأ وعلى بركة الله غادي نشوفوا الطريقة السهلة اللي ما عادش تاخد منكم واحد الوقت وغادي تسهل عليكم التقشير بسهولة وكذلك في واحد الوقت اللي هو وجيس فقط سنستعمل واحد السكين اللي يكون ماضي ويكون كذلك كبير باش تقدروا تحكموا في الأنانس كنزولوا الجوانب بجوج وكنستمروا بها الطريقة فقط كنزولوا الجوانب كلها بها الطريقة وكي سهل علينا التقطع ديالها وده بغادي نستمر بها الطريقة كيف ما كتشوفوا طريقة هي سهلة وبسيطة هاد العاصر هاده كي جيزوين ومنعيش بزاف كذلك البرتوقال كي يجي مناسب مع الأناناس كي اعطيوا واحد التوقلي ورائع وكذلك حتى المزيج ديال الاججاص معهم فغادي تجربوا ان شاء الله هاد العاصر وغادينا لإعجابكم فغادينا اخذوا الخلاط الكهربائي وغادي نوضعوا في الخلاط الكهربائي مكعبات الأناناس وكذلك نضيفوا اليوم الاججاص ونفرغوا اليوم الكيمية اللي عندنا ديال البرتوقال فانا ما هنا ما كنستعملش سكر سانيضا كنبغي ناخد العاصر طبيعي وكي يجيني طبيعي أفضل وكي يجيني تحلو على حسب البرتوقال اللي غادي تستعمل على حسب الرغبة ديال كل واحد اللي بغي يضيف السكر غادي يضيفه وهدا هو العاصر ديالنا بعد موجد فكي يجي زوين بزاف كنتمنى تجربوه كي يجي منعش وإن شاء الله هنا الإعجابكم ورامدان مبارك كريم إن شاء الله يدخل عليكم هات الشهر بصحة وسلامة وكل المتمنيات وإلى أعجبكم الفيديو ما تنسوش التشجيعات وكيف ديما أرأكم في لي كومنتر ومرحبا بالناس جدد في القناة ودمتم في أمان الله إلى فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا